وقبل ما نروح لأخبارنا عندنا شوات أخبار مبهجة على يعني زي ما بيقولوا على غرار حفلة مبارح ما ينفعش تبع حفلة مبارح اتعملت وكل الأهلوية عايشين نشوة المكسب وبالنجمة العشرة ونشوة يعني شكل النادي الأهلي اللي أشاد بيت جميع الحفل الجميل اللي غطيته قناة النادي الأهلي بشكل رائع الحفل اللي كان طب له جميل شاف حاجات كتيرة جدا منها الوفاء والتكريم منها الاحتفال ده طبعا لقطات من حفل مبارح مزير الشباب والرياضة معالي الدكتور أشف صبحي كل الطيرات جوا النادي الأهلي كانت مشاركة فيه مجلس إدارة النادي الأهلي كل هانيا بوريدة أو الكابتن هانيا بوريدة كل التواقف وكل الشخصيات الرياضية المهمة شاركة مبارح الحفل مبارح كان بيبرز النادي الأهلي في شكله في ثوبه في أنه هو قلعة من قلعة الرياضة المصرية وأهم قلعة الرياضية موجودة في مصر شكل اللي استاد مختار التيتش اللي شهد طبعا تعاقب إدارات وتعاقب لعيبة وأجيال الملعب اللي انتوا شايفينه ده شاهد على التاريخ زي ما بيقولوا شاهد على التاريخ أكتر من مئة سنة الملعب ده شاف انتصارات وشاف 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 كان لازم يطلع منه الاحتفال الكبير والتتشين الكبير للنجمة العشرة لازم يبقى معنا أخبار على قدر هذا الحفل وعلى هذا ومبهجة زي ما شوفنا مبارح المنظر المبهج الأسعد الجميع جوه مصر ومرة مصر أشد بالقاصي قبل الدنيا